في الحلقة دي تنتكلم عن تسريبات عن موبايل اوبو اي اربعة وخمسين اس والموبايل دوت كده مبدئيا انا مش منطمن لقوي وده يعني بسبب التسريبات عن السعر بتاعه في تسريبه الحاجة وتسريبه الحاجة تانية خالص والموقعين فعلا قبار فيعني مش عارف حدد السعر الصح بس كم وصفات يعني موبايل اقتصادي فمن غير ما اطول عليكم تعني اتفضل الحلقة الطول هنا مية اربعة وستين ملي متر وبعرض 75 ملي متر وبصمك 8 ملي متر وبوزنة في حدود 190 جرام والضهر هنا هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش لد في ظهر الموبايل وبييجي بتلات الوان الازرق والفضي والاسود وبيدعم تركيب شرح تنو اتصال من نوع نانو مع دعم شبكات الجيل الرابعة وبيدعم كمان منفذ سماعة التقليدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت هنا بييجي اوحادي وده شيء طبيعي جدا فموبايل اقتصادي والبصمة هنا كمان تجيب زر الطاقة اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.5 بوصة بدقة 720 في 1600 بيكسل ومع كسافة بيكسلات 269 بيكسل كل بوصة وبتيجي بابعاد 20-9 وبنسبة ليعني مسافات الشاشة ديت فيعني مش قد كده قوي علشان يعني ناقصها قزع حاجة زي مثلا معدل تحديث عالي او حتى تقنية الـ HDR او كمان طبقة حماية تيجي عليها حتى لكل الحاجات ديت كانت بسيطة بس على الأقل تكون موجودة وبنسبة للرام مزاقرة فالموبايل بيجي بنسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 4 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية وبنسبة نظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل Android 11 مع وجهة ColorOS 11.1 مع معالج Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانوميتر مع معالج رسومي PowerVR GE 83 وطبع من نسبة للمعالج دوت فده معالج ممتز جدا لو كان سعر الموبايل من 3000 جنيه والتحت أعلى من كده المعالج دوت هيكون غالي وصد الفئة السعرية بتاعته وطبعا زي ما كلنا عارفين أهم حاجة في الموبايل هي المعالج وبنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والكاميرا التانية والتالتة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 واحدة من الماكرو وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمه تقنية البانوراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ميجا بيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبتدعم تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ميجا بيكسل وبنسبة ليعني أداية وجوبة الكاميرات ديت فحب أقولك أن أداءها مقدرش حكم عليه خالص طبعا أنت مستنى مني حاجة أقولها لك بس الموبايل لسا ما تعلنش عنه ومعروفها يعني شركة أوبو في كاميراتها بتكون كويسة بس الأرقام هنا ما تطمنش قوي بس شركة أوبو برضو كويسة في الكاميرات وبنسبة لبها تقنيات فالموبايل هنا هيدعم تقنية الوفاية Direct والبلتوس مصدر الخامس وكمان معهم جي بي اس وللأسف مش بيدعم تقنية FC أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 10 وات والعشروات ديت لسا مش أكيدة بشكل كافي يعني ممكن تتغير مع شاحة من نوع Type-C وطبعا حجم البطارية هنا ممتاز جدا بس راعة الشحن للأسف مش ممتازة وبنسبة لسعر الموبايل فهنا عندنا سعرين سعر المواقع الأجنبية وسعر المواقع العربية كل واحد يوم بسعر المواقع الأجنبية بتقول أنه يبدأ بسعر 255 دولار إنما المواقع العربية بتقول هيبدأ بسعر 200 دولار ففيه يعني فجوة يجي ألف جنيب المصري شوف أنت بترجح أنهي أكتر أنا نفسي أرجح المواقع العربية علش لو زيت عن 200 دولار ممكن حدش اشتريه كده أنا قلت رأيه عنه وعايز أشوف كمان رأيك عنه في التعليقات ولو عندك أيش ألسبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم